لكن حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أن أنا أتكلم عن موضوع شديد الأهمية بشرنا حضراتكم قبل كده أن وزارات الزراعة والتموين بدأوا فعلياً في دراسات إنتاج رغيف الخبز من دقيق الأمح ودقيق البطاطا ده طبعاً مجهود كبير جداً نفزه الدكتور عبد المنعم الجندي وكيل محطة الأبحاث في كفر الشيخ التابعة لمركز البحث الزراعية في وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي ورصدنا الكلام ده من حوالي سنتين كاملين وخبزنا خبز البطاطا وكانت النتائج مزهلة بالفعل قدمنا أن ممكن أن احنا نعمل خليط ما بين الأمح والبطاطا بنسبة خمسين خمسين ورغيف الخبز اللي أنتاجناه مع الدكتور عبد المنعم الجندي في محافظة كفر الشيخ كانت نتائجه أكتر من رائعة سواء من حيث الطعم أو أشكل إذن هو مستساغ بالفعل ومقبول ظاهرياً هي تجربة اتمنينا برنامج الجدعان أن تعمم على مستوى الجمهورية لتوفير واردات مصر من الأمح وأنا الأوان أن تنفذ هذه التجربة صدرت التكلفات من مجلس الوزراء بضرورة التركيز في هذه التجربة وتعميم رغيف الخبز المصنوع من الدقيق والبطاطا خلينا أقول لحضراتكم بعض المعلومات المهمة جداً اللي خدناها من الدكتور عبد المنعم الجندي اللي قدم هذا المشروع إلى مجلس الوزراء أولاً إحنا يكفينا جداً زراعة 350 الفدان بمحصول البطاطا البيضة الإنتاج تسعروا حضراتكم هتجاوز خمسة ونص مليون طن وبالتالي هذه الكميات تكفي وزيادة لصناعة رغيف الخبز كمان هذه الكميات هتوفر السراط حوالي مليون طن من الأقماح كنا بنجيبها بالدولار بالغلة والكوة من كل أسواق العالم تخيلوا حضراتكم بعندنا النهاردة حل إن إحنا نوفر حوالي مليون طن من الأقماح اللي بنجيبها من كل المناشئ العالمية كمان التجرب اللي بتتم النهاردة في وزارات الزراعة والتموين هي إضافة دقيق البطاطا بنسبة 10 أو 20% بنشوف الأفضل حتى يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية خلي بال حضراتكم كيلو دقيق الأمح ودقيق البطاطا بنسبة 50-50 توفر لنا حوالي 28 رغيف خبز وزن 90 جرام يعني نفس إنتاجية دقيق الأمح لما نخبزه بنسبة 100% لإنتاج رغيف الخبز كمان الناس اللي بتشكك في قدرة المخبز المصرية في إنتاج رغيف الخبز من دقيق الأمح ودقيق البطاطا طبعا ده كلام غير صحيح بالمرة عندنا حوالي 30 ألف مخبز بلدي جاهزة لإنتاج رغيف الخبز المدعم من أي مكونات بتحددها وزارة التموين يعني سواء دقيق 100% أو دقيق مخلوط بنسبة 10 أو 20% بدقيق البطاطا لازم كمان نوضح لحضراتكم أن الدكتور عبد المنعم الجندي وكيل محطة البحوث الزراعية في محافظة كفر الشيخ محطة بحوث سخة قدم لمصر طوال مسرته العلمية أكتر من 90 تركيبه راسي لسلالات البطاطا البيضة التي تصلح لصناعة رغيف الخبز المدعم الراجل كان بيطالب طوال مسرته العلمية بضرورة دم دقيق البطاطا مع دقيق الأمح حتى ولو بنسبة 5% هتوفر لنا كتير جدا من عمليات استيراد الأمح من الخارج وخلي بال حضراتكم ودي معلومة مهمة جدا فدان البطاطا اللي بينتج 21 و 22 طن بطاطا يوازي ما يقرب من 7 أفدنة مزروعة بمحصول الأمح اللي يدوبك بينتج حوالي 3 طن من الأمح إذن هي تجربة مهمة جدا وهتغير في موازين استيراد الأقماح من الخارج بغرض صناعة رغيف الخبز المدعم دي أخبار تفرح ومهمة جدا إحنا هنوفر أخيرا الدولار اللي بنستورد به حوالي مليون طن من الأقماح من الخارج ده اللي صناعة رغيف الخبز إحنا بنستهلك حوالي 7 مليون طن من الأقماح لرغيف الخبز المدعم بناخد من المزارعين حوالي 3.5 أو 4 مليون طن بنستورد لرغيف الخبز المدعم ما يقرب من 3 مليون طن في العام الواحد إحنا ممكن نوفر منهم مليون طن تخيلوا حضراتكم لتمنهم كامل نهاردة في السوق العالمي خليكم معنا عشان نشوف فكراتنا أيه النهاردة في برنامج الجدعان